حقق النادي الاهلي فوزا كبيرا على سراميكا كيلوباترا برباعية نظيفة الاهلي يقص على سراميكا كيلوباترا في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة السمانية وعشرون من بطولة الدور المصري الممتاز احرز الهدف الاول المدافع ياسر ابراهيم في الدقيقة 4 من عمر المباراة وسجل الهدف الثاني محمد شريف عن طريق رقلة جزاء في الدقيقة 52 واضاف الهدف الثالث طارق سامي مدافع سراميكا بالخطأ في مرمى عند الدقيقة 71 واختتم اهداف المباراة محمد مجدي افشا عند الدقيقة 77 من تزديدة صاروخية لا تصد ولا ترد الله عليك يا افشا يا فنان وبهذه النتيجة يستعيد المرض الاحمر صدارة جدول الترتيب برصيد 64 نقطة بفرق الاهداف عن غريم التقليد الزمالك صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد الاهل ركب الدوري واحنا عارفين الاهل لما بيركب محدش بيعرف ينزله وفي الجولة التسعة وعشرين الاهل هيقابل نظيره الاسماعيلي الدرويش الاربع المقبل بينما يلتقي سراميكا كلوباترا مع مصر المقصة يوم السلساء الف مبروك للاهل ان شاء الله الدوري للاهل السنادي وارض لك لسراميكا كلوباترا دايما مشرفنا يا اهلي شكرا